شاب صالح مستقيم وملتزم تزوج من فتاة ميسورة الحال وبعد عام من الزواج رزقهم الله بطفلة جميلة وكانت فألا حسنا لهما حيث تم تعيين الزوج في إحدى الوزارات وكان عمله فاحصا للذهب في المطار ومن خلال هذا العمل كانت تأتيه الفتنة تمشي على أقدامها حيث كانت النساء تعرضن عليه رشاوة مقابل أن يسمح لما يحمله من ذهب بالمرور دون فحص ولكنه كان قوي الإيمان يرفض الحرام حتى معجرته وصديقة زوجته حيث لم يتعاون معها وفضل إرضاء الله دون رضاها ومع مرور الأيام تعرض الزوجان لأزمات مالية وأصبحت الزوجة لا تستطيع التحمل فطلبت من زوجها أن يكون مثل أصدقائه في نفس العمل حيث كان بعضهم يخون الأمانة ويتساهل في عمله مقابل بعض الأموال ولكن الزوج كان يرفض ويذكر زوجته بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في النار وعندما أحبت أن تقنعه بأن هذا الأمر ليس رشوة وإنما هادية قال لها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل كان عاملا على الزكاة وقد أهديت له هدية فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أن يهدى له وبعد جدال طويل خيرت الزوجة زوجها بين تحسين وضعهم المالي بقبوله هدية مالية كبيرة من جارتها مقابل تهريب كمية من الذهب أو الطلاق فدع الزوج موافقته وحدد اليوم الذي سيكون هو المسؤول فيه بالمطار لإتمام العملية وفي نفس الوقت أبلغ رؤساءه بخطة الجارة وفي الموعد المحدد فوجئ الزوج أن جارته كانت تريد الانتقام منه وقد أبلغت السلطات برشوته وأن الذهب الذي اتفق عليه كان ذهبا مزيفا عاد الزوج وأخبر زوجته بأن صديقتها كانت تريد الانتقام منه ليفصل من عمله ويسجن بفضيحة الرشوة والتي كانت ستحطم مستقبل أبنائهم فيما بعد فحزنت الزوجة حزنا شديدا واستغفرت الله ورضيت بالحياة معه ولو على الكفاف وطلبت منه أن يسامحها عما بدر منها فقال لها الزوج الأرزاق بيد الله ومن يصبر على البلاء ويطعم بيته من مال حلال ربح الدنيا والآخرة وبعد أيام تمت مكافأة الزوج بمكافأة مالية كبيرة ومنصب الأعنى فحمد الله على نعمه التي لا تحصى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم رجل ميسور الحال رزقه الله بالزوجة الصالحة والأبناء ورغم النعم التي أنعم الله عليه بها إلا أنه كان لا يحسن الظن بالله أو تسليم الأمر إليه وحسن التوكل عليه لذلك كان مهموما أغلب الأوقات خائفا من نتائج كل عمل يقوم به تملأ الوساوس عقله وتفكيره وهذا ما أتعب كل أسرته في أحد الأيام مارض ابنه الصغير والذي كان يحبه كثيرا ورغم أن الطبيب طمأنه وطلب منه الدعاء لابنه كثيرا إلا أنه حزن وأخبر أسرته بأن ابنه سيموت ويتركه وعندما وجد الأسرة تعاتبه وتطلب منه عدم تكرار هذا الكلام غادر البيت حسينة وظل يسير على قدميه وهو في قلق شديد وأثناء سيره سمع أذان المغرب فدخل وصلى وبعد انتهاء الصلاة وخروج المصلين وجد رجلا يستقبل القبلة ويرفع يديه ويلح في الدعاء باكية فعرف أن هذا الرجل في ضيق وكرب وله حاجة فانتظره حتى فرغ من دعائه ثم قال له رأيتك تدعو وتلح في الدعاء كأنك مكروب فما حاجتك فقال الرجل علي دين والدائن سيأتي إلي غدا وليس معي من الدين شيء ثم ذكر له مبلغ الدين فأخرج الرجل المبلغ من جيبه وأعطاه له ففرح المدين وشكره ودعا له ثم أخرج الرجل بطاقة فيها رقم هاتفه وعنوانه وقال له خذ هذه البطاقة وإذا كان لك حاجة فلا تتردد في زيارتي أو الاتصال بي ظن الرجل أن المدين سيفرح بهذا العرض لكنه فوجئ بجوابه عندما قال له لا يا أخي لا أحتاج إلى هذه البطاقة فكلما احتجت حاجة سأصلي لله وأرفع يدي إليه وأطلب منه حاجتي كهذه المرة وسيسر الله قضاءها كما يسرها الآن أنا أعمل كثيرا ولكني لا أعتمد على عملي وإنما أعتمد على حسن توكلي على الله وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً أي تبدأ يومها جائعة ولا ترجع آخر يومها إلا وقد شبعت ثم خرج الرجل المدين وترك الرجل الغني يبكي ويستغفر الله ويدعوه قائلاً اللهم ارزقنا التوكل عليك وتفويض الأمر إليك وأخرجنا من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك يا مدبر الأمور وقاضي الحاجات ثم عاد إلى بيته مبتسماً كغير عادته وفوجئ بالصغير وقد شفاه الله يبتسم له فسجد لله شكراً وعاهده على عدم الاستسلام للوساوس وسوء الظن الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين في إحدى القرى مرضت سيدة بعدة أمراض وذهب بها زوجها لأكثر من طبيب حتى أخبره أحد أطباء القرية أن زوجته تحتاج إلى عملية جراحية والطبيب المتخصص لمثل هذه العمليات يوجد بالعاصمة وعليه أن يذهب بزوجته إلى المستشفى التي يعمل بها هذا الطبيب الماهر ذهب الزوج إلى العاصمة وتم إجراء الكشف على الزوجة وتحديد موعد لإجراء العملية وفي الموعد المحدد أصيبت الزوجة بإغماء فاستنجد الزوج بأحد الأطباء ليطمئنه على زوجته قبل دخول غرفة العمليات فقال له الطبيب في غضب لماذا أتيت بهذه المريضة؟ إنها تكاد تكون ميتة ارجع بزوجتك ولا تعرضها مرة أخرى على الأطباء فلم يتبقى من عمرها سوى ساعات أو أيام حزن الزوج كثيراً وقبل أن يستسلم الكلام هذا الطبيب اقتربت منه شابة ترتدي الرداء الأبيض كانت تستمع لكل ما بدر من الطبيب وانتظرت حتى أفاقت الزوجة وابتسمت لها ثم سألت الزوج من الطبيب الذي سيقوم بإجراء العملية لزوجتك؟ وعندما ذكر اسمه تعجبت وقالت له بدهشة وهل قبل أن يجري العملية لزوجتك؟ إنه من أشهر أطباء العالم وليس لديه وقت لقد قام بإجراء عشرة آلاف عملية مثل العملية التي تحتاجها زوجتك ولم تفشل له عملية واحدة أنتم محظوظون بالفعل ابتسم الزوج وفريح كثيراً عندما نظر إلى زوجته ووجدها في حالة نفسية مرتفعة للغاية قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم وبعد دقائق دخلت الزوجة غرفة العمليات وأسرعت الفتاة إلى الطبيب الذي أخبر الزوج بموت الزوجة المؤكد وعاتبته كثيراً وذكرته بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في الأجل فإن ذلك لا يرد شيئاً وهو يطيب بنفس المريض وبعد الانتهاء من إجراء العملية بنجاح شكر الزوج الطبيب وبحث عن الفتاة التي طمأنته معتقداً أنها إحدى الممرضات وعندما وجدها شكرها وأراد أن يكافئها ببعض النقود ولكنها رفضت وقالت للزوج لقد ثبت في العلم أن المريض كلما كانت معنوياته أعلى استطاع أن يتغلب على مرضه وألامه وقد لاحظت أنك تأثرت بكلام الطبيب غير المسؤول ولذلك انتظرت حتى استفاقت زوجتك لأتدخل وأحدثكما عن الطبيب الماهر الذي سيجري لزوجتك العملية لترتفع معنوياتها وتثق في طبيبها وللحقيقة فأنا لست ممرضة وإنما طبيبة جديدة وهذا أول يوم لي في العمل هنا ولا أعرف شيئاً عن الطبيب الذي أجرى لزوجتك العملية فقد تدخلت عملاً بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشروا ولا تنفروا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً تزوج شاب من فتاة ذات خلق ودين وأسرة كريمة ورغم أن هذا الشاب كان كريماً صالحاً إلا أنه كان متأثراً بأحد أصدقائه المتزوجين ويريد تقليده في أمور كثيرة وخاصة التي كانت بينه وبين زوجته حيث أخبره صديقه أن مساعدته لزوجته في البيت ورقته وتسامحه معها تنقص من رجولته فكان لا يساعد زوجته نهائياً بل وأغلب الوقت يجلس معها دون حديث وإن تحدث على صوته وبان غضبه لأتفه الأسباب ومع ذلك تحملته زوجته ولم تشتكيه لأسرتها بل كانت تتذكر صفاته الحسنة وتنسى إساءته وفي أحد الأيام دعا الزوج صديقه المقرب له وآخرين لوليمة على الغداء وفي الصباح أحضر كبشاً مذبوحاً وطلب من زوجته أن تعده طعاماً لضيوفه وفي دهشة شديدة أخبرته الزوجة بأنها لا تعرف كيف تطبخ هذا الكبش حيث أنها لم تتعلم ذلك في بيت أبيها فغضب الزوج وطلب من زوجته أن تجهز نفسها لأنه سيعيدها لبيت أهلها حاولت الزوجة أن تثنيه عن قراره ولكنه أصر عليه وعندما وصل بيت أهل الزوجة قال الزوج لأبيها الشيخ التقي هذه بضاعتكم ردت إليكم ابنتكم لا تعرف كيف تطبخ الذبيحة ولا حاجة لي بها حتى تعلموها أصول الطبخ رد الأب بحكمة اتركها عندنا شهرين وسنقوم خلال هذه الفترة بتعليمها ما تجهل وبعدها يمكنك أن تعود لتصحبها إلى بيتكم جلست الزوجة في بيت أبيها وبعد أيام قليلة شعر الزوج بخطأه تجاه زوجته المطيعة الصالحة وظل يؤنم نفسه لقسوته معها ومقابلته الودة بالصد والعطاء بالجفاء خاصة بعدما تأكد أن معاملة صديقه السيئة لزوجته كانت نتيجتها الطلاق وعندما شعر بالشوق الشديد لزوجته أراد أن يذهب إلى بيت أبيها ليأخذها بعدما عرف مدى قيمتها إلا أنه استحى من نفسه ووجد أن أكبر عقاب له هو الانتظار حتى موعد اللقاء بعد شهرين وفي الموعد ذهب الزوج إلى بيت أهل زوجته يريد أن يأخذها وقبل أن يخبره والده بتعلم زوجته كل فنون الطبخ قال له لقد مر علي الشهران وكأنهما مئة عام وأعترف لك أنني كنت مخطئا معها وكم تمنيت المجيئة إليك بعد يومين فقط من ابتعاد زوجة الغالية عني ولكني استحييت منك ومنها فعقبت نفسي بالصبر وتحمل بعدها عني لا يهمني إن كانت تعلمت ما طلبته منها أم لم تتعلم كل ما أريده عودتها لتنير بيتي خاصة بعدما قرأت بعض أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء ورفقا بالقوارير وخيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي فرح الجميع بكلام الزوج وشعروا بصدقه وعادت الزوجة مع زوجها وهي في سعادة كبيرة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما شاب جامعي مجتهد والده من الفقراء الأتقياء بالقرية وهو من يقوم بالأذان في المسجد وقد أحسن تربية ابنه وكان من أسباب تفوقه الدراسي أثناء دراسة الشاب بكلية الهندسة توصل إلى اختراع جهاز يحد من تلوث الجو بسبب عوادم السيارات وقام بتقديم الاختراع لأستاذه في الكلية فأثنى عليه ووعده بتقديم اختراعه للمسؤولين بعد تجربته ومكافأته بمكافأة مالية كبيرة وإرساله إلى دولة أوروبية ليكمل دراسته هناك على نفقة الدولة ففرح الشاب وحمد الله كثيرا وبعد شهر فوجئ الشاب بأستاذه ينسب اختراعه لنفسه وعندما عاتبه الشاب غضب أستاذه وطرده من الكلية ومنعه من حضور امتحانات نهاية العام فدعا عليه الشاب وبسبب دعوته تعرض أستاذه لكثير من المصائب داخل أسرته ولأن الشاب لم يعلم بما أصاب أستاذه قرر الانتقام منه بكل الطرق وبالفعل بدأ الشاب بسرقة كومبيوتر أستاذه المحمول من داخل سيارته والذي يحتوي على أبحاثه ومحاضراته خلال عشر سنوات ثم اقتحم بيته من أجل سرقة كل ما غلى ثمنه وقل وزنه ولكنه وجد داخل البيت جليسة أطفال تحاول تهدئة طفلين قاعدين لا يستطيعان الحركة ووجد الطفلين يبكيان ويعرضان عليه مصروفهما حتى لا يؤذيهما فانسحب الشاب من البيت دون ارتكاب السرقة وفي اليوم التالي قام بسرقة كاميرا من سيارة زوجة أستاذه لكنه أعادها بعد أن أخبرته الزوجة بأنها مريضة بالسرطان وتقوم بأخذ صور لنفسها بهذه الكاميرا لطفليها حتى يتذكراها بعد مماتها وبعد أن أعاد الكاميرا عاد إلى بيته يبكي بسبب ما قام به وقص لوالده كل ما حدث عاتب الأب ابنه كثيرا على ما قام به انتقاما من أستاذه وذكره بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه من كف غضبه ستر الله عورته ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة وطلب منه أن يفوض أمره لله ويسرع ليعيد حقيبة أستاذه ويطلب منه السماح ذهب الشاب إلى بيت أستاذه وعتذر له وأعاد إليه حقيبته وفجأ أستاذه بزوجته وابنيه يرحبون بالشاب ويشكرونه على عدم إذائهم رغم قدرته على ذلك وبعدما علم أستاذه ما حدث اعتذر له ووعده بالعدول عن قراره ليتمكن من حضور امتحانات العام وقال له غدا سأعلن للجميع أنك صاحب الاختراع وأعدك بأنني لن أظلم أحدا بعد اليوم فقد شعرت بأن كل ما حدث لأسرتي كان بسبب ظلمي للآخرين ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام